الشفاء من فيروس كورونا كوفيد-19 ليس نهاية المعاناة فالمضاعفات والآثار التي يخلفها عند كثير من المرضى قد تشكل متاعباً صحية تحتاج إلى متابعة طبية صارمة هذه الأعرض التي تبقى بعد الشفاء من المرض تدخل في الكوفيد-لون أو البوست-كوفيد يعني المريض يبقى يعاني من بعض المضاعفات على المرض هذه المضاعفات كثيرة ومتعددة بأن هذا المرض يمس جسم الإنسان بأكمله وبالتالي هي متعددة الإختصاصات الملتي ديسيبلينار ولازمها ملتي ديسيبلينار تعرفوا بدي في الكوفيد أو كان الكوفيد الناس مرضوا في الكوفيد أو كان البوست-كوفيد الناس رمي ديروا أعراض بعد الكوفيد بروبلم ريسبراطور بروبلم كاردية الجهاز التنفسي الجهاز العصبي القلب وكذلك الغدد أجهزة ووظائف في الجسم قد تتأثر بعد الإصابة بكوفيد-19 والتعافي منه بعض الأشخاص اللي هما يبقى عندهم تصلب في الجهاز التنفسي أهم الاختصاصات اللي هي ربما كونسرنية بارلا بيزان شارج بوست كوفيد لحد الآن اللي تقدر تكون عندها مضاعفات الطلب متابعة اللي يتمس مضاعفات اللي يتمس القلب وشريين مضاعفات اللي يتمس الجهاز العصبي دي مضاعفات اللي يتمس الودورة والشم والذوق مضاعفات أخرى اللي يتمس ربما الجهاز بطول الاندوكريني تعلق ديابات اكترا دون فات ان رياليتي كنلاحظون اللي يتمس كل الأعضاء متابعة طبية يحتاجها المتعافون من كورونا كون الفيروس التاجي يترك مخلفات خطيرة حتى بعد رحيله من الجسم اشتركوا في القناة